موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا قوم اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات خبر وتعليق الوزارة الهجرة الكندية الفيدرالية وفي فترة خمس ايام فقط والاول مرة انا اشوفها بتعمل سحبة تانية خاصة بالكسبريس انتري الهجرة السريعة الى كندا السحبة المرادي ما كانتش برضو عامة لو تفتكروا الفيديو اللي عملت لكم من يومين بخصوص السحبة اللي حصلت يوم 18 مارس السحبة المرادي كانت فقط للبروفينشل نومني بروغرام المرادي مبارح السحبة اللي حصلت كانت فقط للكينيديان كلاس اللي ما نعرفش ايه هو كانيديان كسبيرينس كلاس هو ما زال ضمن لكنه احدى الابواب اللي بتدخل على الكسبريس انتري ممكن تشوف الفيديو رحط لك الرابط فوق في الوصف بتاع الفيديو ده تتعرف اكتر على كانيديان كسبيرينس كلاس بس هو بشكل عام للناس اللي شغلين اللي عندهم يعني خبرة عمل هنا في كندا في اخر ثلاث سنوات هم دول الناس اللي عملو لهم السحبة دي تم دعوة 3332 شخص 3332 ملف للتقديم عبر يعني عن طريق السحبة اللي حصلت انبارح دي اقل سكور تم يعني دعوته كان 467 ده بحد ذاته معناه ايه اولا سحبة كنيديان كسبيرينس كلاس دي ما بتحصلش دايما يعني هي حصلت مرة واحدة فقط جابت كده من يوم ما بدأوا الكسبريس انتري في 2015 حصلت تاني سحبة ولا تالت سحبة كانت فقط كنيديان كسبيرينس كلاس ودي تاني مرة تحصل دلوقتي من يوم ما بدأوا البرنامج ده طيب انا ايه اللي اشوفه من خلال انه 3200 شخص 3200 شخص اقل واحد فيهم 467 ده ده يفسر كتير ليه ليه سكورز عالية لانه يبدو انه في مش يبدو انه يعني الناس اللي بتيجي كندا الناس اللي موجودة في كندا هي اللي بتبقى الفرصة لهم اكبر ان هم يحصلوا على اكتر من 460 نقطة وواضح ان هم دول الناس اللي اللي رفعين لنا السنة دي المعدلات او فيبدو من السنة اللي فاتت للسنة دي ما شاء الله وطريقة انك انت تتوصل لكندا عشان تبدأ تشتغل في كندا اغلبية الناس يعني او يعني الشيء اللي ممكن يكون اسهل انك انت تيجي تدرس الاول وبعد ما تحصل على الدراسة تدور على شغل حواليك وانت بتدرس كمان ممكن تدور على شغل لما تلاقي حد يقبل بيك وبعد كده ما تشتغل خلص بتبدأ تاخد بتعدي عليك سنة تاخد النقاط اللي هي تسمح لك بعد كده انك انت تجيب ال 470 نقطة وفوك لما تشوفوا اللي هو النقاط او توزيع النقاط على الناس عدد الناس بالنسبة للنقاط الجدول اللي دايما بوريكم ياه هتلاحظوا ان هم بقوا يعني ايه يوضحوا اكتر ايه النقاط اللي هي ما بين 450 ل500 كان زمان 450 ل500 دي رقم واحد بس عدد الاشخاص كذا لكن دلوقتي هتلاقي 451 ل60 61 ل70 71 ل80 وهكذا ده برضو يدينا فرصة نقدر نشوف مين الفوق ال 470 عددهم كام اعتقد يعني الارقام بتقل دلوقتي ويبدو ان احنا هنبدأ نشوف مجموعة من ال 460 اكتر يعني السحوبات بتجيب ال 460 اكتر الفترة الجاية نقول يا رب يبدو ان احنا خلاص خلصنا ال 470 مش معنا كلا انه ممكن ناس تيجي تاني وجديدة بس يعني مش عارف هنشوف هنشوف الايام الجاية شكل هاي لكن الحلو في الجدول ده برضو الموقع اللي فيه المعلومات دي هستيبلكو اياه في الوصف بتاع الفيديو بس حلو في الجدول ده انا كنت بقيت تعرف انه يعني في امن نصر 460 ولا واضح طبعا من الارقام انه ننزل 450 السنة دي ده صعب لكنه هل ممكن نبقى 460 ممكن نشوف 450 حسب الارقام دي صعب برضو انه نشوف 450 لكن 460 ان شاء الله هتبقى متاحة بالتوفيق للجميع ما تنسوناش من الدعم المستمر شير لايك سبسكرايب تفعيل الجرس دعواتكم خليكم في البيت في امان الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة